السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شيف امير اليوم سوف نحضره مع بعض طاكوس صنع منزلي 100% سوف نحضره مع بعض خبز التورتيلا الذي سيكون انجح واسرع خبز ممكن تحضره طريقة تحضيرها بسيطة جدا بمكونات متوفرة في كل منزل سوف نشارك معكم ايضا طريقة الاحتفاظ به لمدة طويلة و سوف نحضر في هذا الفيديو سلسة الجبن التي سوف نرفقها مع الطاكوس و ايضا حشوة الدجاج المهم الفيديو اليوم سيكون بزاف مفيد ننصحكم انكم تشاهدوا حتى الاخر وتجربوا هذه الوصفة و اذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناة و تفعيل زر الجرس هكذا باش دائما تتواصلوا بجديد الوصفات و نمروا مباشرة لطريقة التحضير اذا سوف نبدأ مباشرة و اول حاجة سوف نحضر مع بعض خبز التورتيلا فللعجينا سوف نحتاج ثلث كؤوس تفارين او دقيق ابيض يجب علينا نصفهم جيدا و نغرب لهم هكذا باش نخلصوا من كامل الشوائب بعد ما نكمل رح نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة خاملة الحلويات او بيكينج باودر و رح نضيف ايضا ملعقة صغيرة تكون مملوقة جيدا تحاليب البودرة و رح نضيف ملعقة صغيرة ملح الملح تقدروا انكم تنقصوا في الكمية على حسب دوقتكم و رح نضيف هنا ملعقة كبيرة تخل ابيض او خل عادي و في الاخير رح نضيف ملعقتين كبيرتين مملوقتين جيدا تعزيت نباتي و في الاخير رح نجيب الحليب رح نجمع العجينتنا بالحليب اللي يكون بدرجة حالة المطبخ تقدر انكم تعجنها بالماء لكن صراحة الحليب رح يكون افضل من الماء العجينة خبز التورتيلا رح تجيب زف بنيناء ايضا رح تجي كما اللي تنتبع برا لذلك ننصحكم انكم تعجنها بالحليب فرح نبقى نضيفه في الحليب تدريجيا حتى تحصلوا للقاوام المناسب و كما شفتوا في عجينة خبز التورتيلا كنا استعملنا خميلة الحلويات زائد حليب البودرة اللي رح نعطه خفة و طراوة و ايضا بدنا بزيف هيلة لخبز التورتيلا اما بالنسبة لملعقة كبيرة تعخل الابيض فرح يكون يعني يلعب دور تعال محسن الخبز و رح يساعدنا باش نحتافظه بخبز التورتيلا لمدة طويلة في التلاجة اذا بعد ما تحصلنا على هاد القاوام رح نحط العجينة في سطح العمل نبقى و نعجنه فيها جيدا لمدة ما بين 3 حتى 5 دقائق حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية خفيفة و ملساء كما راكم تشاهدوا امامكم نشكلها على شكل كوريا نحطها في سطح العمل نغطوها بطرشون و كيس بلاستيكي و نخلوها ترتاح لمدة 5 دقائق فقط و بعد مرور مدة 5 دقائق تقريبا على العجينة رح نحكم العجينة شكلها على شكل حربوش و بعد رح نقسمها الى 8 قطع او 7 قطع على حساب يعني الحجم الخبز التورتيلا اللي انتم تحبوه و ايضا على حساب الطاجين و المقلة اللي رح نطيبوا فيها الخبز تاكم يعني اذا كانت عندكم مقلة صغيرة فرح نتقسمها الى 9 او 10 كوريات اذا كانت عندكم مقلة كبيرة فرح نتقسمها الى 7 او 8 كوريات يعني 8 خبزات تا خبز التورتيلا فوش رح نديرو بعد ما كنا نشكلهم على شكل كوريات رح نغطيهم بكيس بلاستيكي و نخليهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة حتى نص ساعة وهي يعني كل ما ارتاحوا اكتر واكتر كل ما رح نعطكم نتيجة رائعة في الاخير فكما شفتوا يعني كنت غطيتهم بابي فيل منزين نغطيهم بهذه الطرشونة و نخليهم يرتاحوا و في هذا الوقت مروا نحضروا مع بعض حشوة الطاكوس اللي رح تكون عبارة عن حشوة الدجاج بزاف هيلة بزاف مننا ننصحكم انكم جربوها بنفس الطريقة ستقوني يعني البنة التحاو ولا ارواع فوش رح نديرو في مقلات نديرو كمية تعزيد نخلوها تسخن جيدا ونضيف عليها صدر كامل تا الدجاج بالنسبة لكمية الدجاج تقدروا انكم تستعملوا الكمية اللي تحبوها على حسب عدد افراد العائلة تاكم اذا رح نخلي الدجاج تقلى شوية و بعد رح نضيف عليها التوابل لننصحكم انكم تضيفوها رح تعطيكم بنا بزاف هيلة للدجاج ضفت هنا ملعقة صغيرة و نصف تعتوم بودرات قدروا انكم ديروا فصين تعتوم مباشرة ضفت ايضا ملعقة صغيرة مملوقة جيدا تعتوابل الدجاج ملعقة صغيرة ملح ليبقى اختياري حسب الدوقت تاكم ضفت ايضا نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود رح نضيف ايضا نصف ملعقة صغيرة سكنجبير اللي رح يمدنا بزاف هيلة للدجاج و في الاخير رح نضيفو ملعقة كبيرة مملوقة جيدا تعتقد الى خردل ولا تعموتارد وهذا هم التوابل اللي ضفناهم يعني رح نعطوه بنا بزاف هيلة للدجاج رح نكمل ونقله جيدا و كما راكم تلاحظو يعني الدجاج تلق كمية تا سوائل فوش رح نضيرو رح ننزيدو له النار كامل ونخلوه حتى هذوك السوائل كامل ينشفو يعني النص منهم رح يتبخر و النص رح يشربها الدجاج يعني يشرب كامل هذوك التوابل و في الاخير بعد السوائل كامل نشفو رح نضيف مكون سحري ولا مكون رائع جدا اللي رح يضيفنا بزاف هيلة للدجاج اللي هو سلسة السوجة فرح نضيف هنا يحاولي ملعقة كبيرة على سلسة السوجة لتقدروا انكم تعودوها بملعقة كبيرة على سلسة الطماطم رح تعطيكم يعني نفس الدوق تقريبا فننصحكم انكم ضيفوها لانه رح يضيف بزاف هيلة للدجاج نخلط الدجاج مع سلسة السوجة و كما رحكم ترون الدجاج سوف نضيفه على جهة حتى يبرد تماما و نحضر مع بعض سلسة الجبن نحضر مع بعض سلسة الجبن اللي رح يحتاجون فيها كاسة كريمة سائلة تقدروا انكم تعودوها بكاسة تحليب زائد ملعقة أو ملعقتين كبيرتين مع ماء زيناء أو بودرة النشاء لكن ننصحكم انكم تضيفوها بالكريمة السائلة رح تعطيكم بزاف هيلة بعد كريمة سخنة سوف نضيف عليها كميات على الجبن هنا استعملت جبن عادي تقدروا انكم تستعملوا جبن متلاتات سوف نكمل نخلطها جيدا مع هذه الكريمة حتى يدوب كما رحكم تشاهدو و بعد ذلك سوف نضيف الملح سوف نضيف حوالي ملعقة صغيرة ممشي مملوقة جيدا لانه كما نعرفو الجبن راح فيها الملح لذلك كان ننصحكم انكم تكتروش بزاف كميات على الملح سوف نضيف ايضا فلفل اسود و نكمل نخلط حتى هذا الجبن كامل يدوب طبعا هنا النار راحي متوسطة ما راحيش قليلة و ما راحيش عالية بزاف و في الاخير سوف نضيف هنا جبن شيدار ليكون مبشور كما نعرفو يعني مين نقولوا كريمة الجبن فعارفو انها راح تكون متكونة من الجبن لذلك ننصحكم انكم تحضرها بنفس الطريقة سوف نتحصلوا على نتيجة بزاف هيلة و الكريمة تأتي بزاف بنينة اذا نخلط الجبن حتى يدوب كامل و في الاخير سوف نخلطها خلطة خفيفة يعني بعد ما تغلي باستعمال الخلاط اليدوي تقدروا ايضا انكم ترحيوها باش تتحصلوا على الكريمة لتكون ليس لكن انا نخلطها فقط بالخلاط اليدوي و بعد ما تغلي الغلية الاولى سوف نقلحها و الكريمة تعني تكون جاهزة اذا بعد ما اكملنا و حضرنا السلسة الجبن سوف نمره مباشرة لخبز التورتيلا و سوف نفتحه في العجنة الاولى في اول مرحلة سوف نأخذ فرينا والدقيق ابيض نرشوها في سطح العمل كما شفتوا يعني كمية معتبارة هكذا باش العجينة تفتحنا بكل سهولة و ايضا ما تلسقناش في سطح العمل و نبدأ نفتح فيها مباشرة باستعمال اليد و بعد نجيب الحلال و نفتحه بهذا الشكل كما راكم ترونه و بعد كل فتحه راح ندوره العجينة هكذا راح تساعدها باش نتحصله على شكل دائري كما راح نتحصل عليها في الاخير بالنسبة لي يعني كنت فتحت العجينة تعيب بضائرة اللي كانت كبيرة السمكة تحيكم بزاف رقيق لانه المقلة اللي راح نطيف فيها خبز التورتيلا يعني راح يمقلة كبيرة فيها حوالي 35 سنتيمتر تع قطرة هذه المقلة لكن اذا كانت المقلة التعكم صغيرة فوش راح نديرو راح نجيبو غيطة تع هذه المقلة اللي راح نطيبو فيها ولا تعطاجين وتقطعوا على حسابه العجينات على خبز التورتيلا باستعمال القطاعات على البيتزا يعني هكذا راح نتحصل على شكل دائري يكون بزاف هايل ايضا السمك اللي لازم يعني الخبز التورتيلا الطيبو في المقلة اللي عندكم وليم توفر عندكم في المنزل يعني مشي شرط انكم تستعملوا مقلة كبيرة كما راح نجاه توباش راح نديرو راح نرفض العجينة تعنا باستعمال الحلال بهذه الطريقة ونروح مباشرة نحطها في المقلة اذا كما قلت لكم تقدروا انكم تستعملوا مقلات ولا طاجين ولا تستعملوا يعني حاجة على حساب القطرة على الخبزات فوش راح ندير راح نجيبها بهذه الحلال ونحطها في المقلات النار تكون قليلة حتى المتوسطة ونبدأ ونطيبو في خبز التورتيلا كما قلت لكم طريقة طهي تلعب يعني دور مهم جدا في نجاح هذا الوصفة فوش راح نديرو بعد ما كنا نحطينا الخبزة في المقلات ولا في الطاجين راح نحسب لها 10 ثواني يعني حتى تنشف من الجهة التحتانية ونقلبوها على الجهة التانية ونبقى وننكرروا في هذه العملية ورح نتلاحظوا ان العجنة تعكم بذوي تشكلوا فيها يعني هذو كل يعني الكوريات ولا الفقاعات وهذا دليل على انه العجنار هي ناجحة 100% كما راكم تشوفوا نبقى نقلب فيها حتى تطيب من كامل الجهات ما تخلوها تتحرق هكذا بش مجيكم قاسحة إذا نكمل نطيبها كل جهة نعطيها 10 ثواني حتى تحصلوا على هذه النتيجة خبزة التوتية راهي وجدة راح ننزعوها وننطيبو الخبزة التانية بنفس الطريقة وهنا راح نتلاحظوا ان الخبزة التانية يعني الحجم التحارة شوية كبير لانه ما كنتش قصيتها بهذاك الغطاء تاع المقلات كما راكم تشوفوا يعني المقلة اللي طيب فيها لا يبالك يعني القطر التحارة كبير نقدر ان نحط فيها عجنة كبيرة إذا نكمل نطيبهم كامل بنفس الطريقة وبعد ما نكمل نطيبنا كامل الكمية لخبزة التوتية كما راكم تشاهدوا يعني الشكل التاع هجب بزاف هايل نفس الشيء كما يتبع في المحلات ونفس القوام ونفس الخفاء ونفس الطروة هذا الوصفة ناجحة ننصحكم انكم تجربوها درواكم نمروا مع بعض لطريقة الاحتفاظ بهذا خبزة التوتية طبعا كل ما كنت نطيب خبزة كنت نحطها في وسط رشون نغطي عليها جيدا وندخلها في كيس بلاستيكي حكذا بشتكو عطرية لكن في هذه المرحلة حبيت برك نوري لكم يعني الكمية اللي حصلت عليها فوش رح ندير بعد ما نكمل رح نغطيها بطرشون كما راكم تشاهدوا هنا هي الطرشون الاول نبلعها جيدا ونزيد ايضا الطرشون الثاني كما راكم تشاهدوا يعني نحاول ان نغلفها جيدا هكذا باش ما يدخل لها الشكامل اللي هو يبقى محافظ على الشكل التاعه ايضا على الخفاء والطراوة وفي الاخير رح نجيب كيس بلاستيكي كما شفتوا يعني خبز التوتيلة اللي يتبع في المحلات يكون في وسط كيس بلاستيكي ما يكون شعني معرض للهواء هكذا باش يبقى محافظ على طراوات وايضا على الخفاء ايضا نحن نحطها في كيس بلاستيكي وتقدروا انكم تحتفظوا به لأطول مدة في التلاجة ايضا ندرك المروا مع بعض نحضروا الطاكوس على بل بل بزاف منكم وبزاف اطفال وكبار يحبوا الطاكوس كما نعرفوا الثامن تعهرة شوية غالية لذلك نفضل ان نحضرها في البيت نحضر الدجاج العاجينة ونحضر ايضا سلسة الجبن يعني كيف نقول لكم بلنا ولا ارواح وقبل ما نمروا نبدأ نحضره في الطاكوس كما نعرفوا الطاكوس يجب علينا نحضره في البانينوز اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هذه البانينوز التي وصلتني من عندها البهجة البانينوز بزاف هيلة هذا ما نقدر نقول عليها كما رأيكم ترونه شكل تحريقي بزاف هيلة ايضا فيها هذه الألواح المطلية بالسيراميك لا تلسق هذا البانينوز تقدروا انكم تفتحوها على 180 درجة يعني تستعملوها ايضا لكي تشوفوا فيها اللحوم وتحضروا بها ايضا مختلف الصندويتيات هذا البانينوز تعصونا شيء من عند البهجة ستجيب قوة رهيبة تألفين ووت فيها قارنطي تعامين وايضا الجودة التحب بزافة عالية وهذه المميزات سيكونوا بسعر برومو سعر بزاف هيل ستصيبوا هذا السعر غير عندهم يعني غير عند البهجة السعر التحا هو 7800 دينار جزائري الكمية محدودة التوصيل سيكون عبر 44 ولايازة جزائر العاصمة والدفع سيكون عند الاستلام اذا كنتوا حابين تتحصلوا على البانينوز سأخذلكم رقم الهاتف في صندوق الوصف سأخذلكم ايضا الصبحات على الانستغرام وتعالى الفيسبوك تقدروا انكم تتواصلوا معهم وتكماندوا هذه البانينوز دروق رح نرجع للطاكوس سنشارك معكم الطريقة لحضروا بها الطاكوس في المحلات اذا كنت سأخذوا سوس الجيريان او سوس ساموراي يعني لاحسا ما انتم تحبوا السلسل اللي انتم تحبوها سأخذوها في الخبز التورتيا ويمسحوها بهذه الطريقة وبعد رح نجيب البطاطا والفريت ونضعها على شكل مستطيل في خبز التورتيا يعني هكذا هذا الشكل المستطيل سيساعدنا باش نتحصلوا على الطاكوس اللي يكون الشكل مستطيل وبعد رح نجيب كمية الدجاج تقدروا انكم تديروا الكمية اللي تحبوها اما تكتروا بزاف ولا تنقصوا يعني على حساب على حساب ما تحبو انتم فوش رح نضي رح نحطها في الواسط وفي الاخير رح نضيفها كمية معتبرة على سلسلة الجبن هكذا يعني هذه السلسلة على الجبن ستدخل لكم ما بين الدجاج والبطاطا والطاكوس ما يجيش ناشف اما بالنسبة لطريقة طاكوس كما رح نجيب الجهة اليمنى ونضيفها الجهة اليسرى وبعد رح نضغط هنا كما رح نرى ونقلب العجينة على الجهة الثانية يعني هذه الطريقة الصحيحة تغلقوا بها الطاكوس يعني نفس طريقة غلق الهدايا اذا كما رحنا غلقنا بطريقة سهلة جدا ونضعها على الجهة ونحضر الطاكوس الثاني بنفس الطريقة سنضيفه السلسلة نضيفه البطاطا كما قلت لكم على شكل مستطيل نضيفه الدجاج وبعد نغلقه بطريقة طريقة سهلة جدا وهكذا يعني الطاكوس يجيكم نفس الشيء كما تعمل المحلات اذا نكمل نشكل كامل الطاكوس بنفس الطريقة وبعد نضيفه البانينوز التي كنت شاهدتها معكم نضيفه على أقصى دراجة ونضيفه الخبز وهكذا يعني بشكل عجينة تحمل رمليح وتزيد تكمل طيبها في هذه البانينوز صراحة هذه البانينوز تنفس البانينوز التي ترى الماركت العالمية كما تفرق لاني كنت استعملتها مع تيفال وشفت المقارنة لم يكن اختلاف كبير كثيرا هذه البانينوز ننصحكم انكم تكون عندكم في المنزل واذا كنتم تطلبوها ما لكم ستتصلوا في صندوق الوصف اذا هنا كنت حمرت الطاكوس جيدا وعندما تحصلوا على الطاكوس نفس المحلات كادري ستضعوا الطاكوس في الجهة المعاكسة ويتشكلوا مربعات صغيرة نفس الشيء كما الطاكوس في المحلات سنكمل كامل الطاكوس ونطلقه في طبق التقديم اذا كما شفتوا هذا هو الطاكوس في طبق التقديم على البالي بلي الوصفة والفيديو جاوية طويلة لكن حاولت اني نشرح لكم كامل المعلومات عن خبز التورتيا ايضا عن الحش وصلة الجبن وكل شيء يعني ننصحكم انكم تجربوا هذا الطاكوس واذا نقول لكم والله العظم الى بنة المحلات اذا اذا جربتوا لا تنسوش انكم تشاركوا معي تطبيقاتكم في جروبنا على الفيسبوك او في الصفحاتي على الانستغرام اللي راح اخلي لكم اسم الصفحة في صندوق الوصف الى هنا وصلنا نهاية الوصفة عنها اليوم اذا عجبتكم لا تنسوش انكم تشاركوا واتضغطوا على زر اللايك ايضا تشتركوا في القناة هكذا بش يوصلكم كامل الجديد نتلقى في وصفات لاحقة الى اللقاء اشتركوا في القناة